اشتركوا في القناة عبدالسلام عبدالكريم خليفة زبون مرشح لعضوية الرحاب الجديدة منطقة الرحاب بداية دعوني اتكلم معكم باللغة العامة واني لغة ابناء القضاء والاهل العشيرة اولا نجد ترشيحي على رأي اغلبية ابناء القضاء الذين كانوا في خدمة القضاء قبل الانتخابات وكان لهم الدور الكبير في جلب الخدمات والتضحية بالوقت والمال الملجوحة الكبير من عجل خدمة ابناء القضاء على المستوى التنموي ومستوى الخدمات وكان لي الشرب ان يكون احد افراد هذه المجموعة اما بالنسبة للخدماتية فمن اولويات البنية التحتية تثبيت الشوارع الانارة تشغيل انارة الشوارع عن طريق الطاقة الشمسية وهذا سيأتي كله بفضل ابناء القضاء وجهدهم الكبير بالنسبة للقضاء الحاب فهو في هناك نقطة مهمة جدا وكبيرة وهمها كبير بالله يعني الامانة همها كبير جدا وهي الاراضي تاخد تنظيم مقارنة بالاقضية المجاورة ان نشاهد ان الحاب تفتقر جدا الاراضي تاخد تنظيم احنا بنحاول ان شاء الله نكون قد المسئولية ونحاول ندخل اكبر عدد مساحة من القضاء داخل تنظيم حتى يتساهل او يتسنى لنا وصول الكهرباء والمياه والطرق باقصر وقت ممكن بالنسبة للجانب التنموي فاحنا ان شاء الله وهو ليس كله عادة القيانة شخصيا معانا نخبة من ابناء القضاء الامان المشرفين دائما والذين هم مضحهم عجل المصلحة العامة سنعمل بالتعاون مع بعضنا كيد واحدة من عجل جلب الاستثمار لهذا القضاء من مصانع من دورات من جمعيات من منظمات امم المتحدة من خدمات عن طريق الوزرات من دم التبرعات من عجل المصلحة العامة ان شاء الله هذا يكون لاني يكون عادة قيانة شخصيا اما بالنسبة للتراث والجانب السياحي في منطقة القضاء الرحاب احنا عندما تعرفون كل قضاء يعرفوا انه عندنا اقدم كنيسة بالعالم عندنا كناس كثيرة عندنا مواقع ولكن احنا هدفنا انه نظهر هذه مع الماثرية على مستوى المملكة ومستوى العالم فيه عندنا هم كبير هم القضاء اول والاخير هو سركعه للواء وهذا اعجز عنه ويجرد الديلح اعجز عنه حتى نواب عجزوا عنه بعد ان اعنى نصدر الحكومة انه راح يترفع ارحاب الى للواء ولكن لم يترفض لهذه اللحظة فاحنا نقول بهمة ابناء القضاء والشعب ان شاء الله ان نصل لعدفنا ونحقق طموحاتنا ونرتق بقضاءنا الى على الدرجات ان شاء الله وقضاءنا لا يعني ليس محرورا بالعفش فهو في يعني بين اصحاب الشعادات العليا ومثقفين ومتعلمين والبارزين اعلاميا فان شاء الله اننا بجهودنا وجهودهم وبعضنا نصل لعدفنا ان شاء الله واتمنى من كل المؤذرين ومدعمين ان يدعموني من اجل المصلحة العامة والذي لا اله الا هو من اجل المصلحة العامة والذي لا اله الا هو من اجل المصلحة العامة موعدنا في 15-8 في العصر الديموقراطي الذي على الحف عليه جلالي سيدنا والذي هو كان دافع الركيزي والاساسي لدعم الشباب التغيير من اجل الوطن والشعب وبالنهاية لا يسعني اللي اشكر قناة الرأي العردنية وعلى رأسهم استاذ المخرج ظاهر الخزالة على هذه اللفة الكريمة التي من خلال شاشتهم طرح موضوع من انتخابات وأسأل الله العيق قدير أقول إن كان في لي خير إلي يارب يسرها وإن كان في شر إلي والمجتمع يارب بعدها ومن نهاية أحب أوجه بس بيتين شعر أقول مكانتك ما زادها المدح مقياس ولقال الله الشان ها من تقدها صود للي مبادئة على ساس صادق لأهد دايم مو في وعدها أنت اللي تحدد مقامك مع الناس من وين محطيت نفسك تجدها أسأل الله توفيق إلي ولكو ولجميع أخواني مترشعين لعظمية الحاف أخذ الله أخذ الله أخذ